من لاجئين في مخيم اليرموك إلى لاجئين نازحين إلى لبنان مصيبتهم تكبر شعب فاقد لهويته فاقد لبيته ويبحث عن مأوان بأعداد كبيرة وصلوا معبر المصنع وحده لبنان فتح لهم طريق اللجوء ومع ذلك اشتكوا من إجراءات الدخول ويطالبون بإقامات مفتوحة مش على 25 ألف ولا على الشيء مش حدا سأل على الفلسطينيين مش رخيصة عروحنا والله بدنا نفوت إحنا بس أسبوع ونفل العزمة يعني بلك سنة وصنتين أعداد شو منعمل نتمنى من الدول اللبنانية أن تأخذ بعين الاعتبار حالة النزوح الجديد وخاصة تسهيل الإجراءات الأمنية على الحدود وإدخال النازحين بدون أي الدرائب 2800 تلاجئ فلسطيني تم تسجيل دخولهم على الحدود وهم توزعوا بين البقاعين الغربي والأوسط ومخيم الجليل أخوانا الموجودين الفلسطيني بمخيم وضع سيء كيف اللاجئين؟ شفنا نبارح منظر التغريبة الفلسطينية اللي كنا نشوفه تبع جدي يعني جدي وستي طلعوا اللي معنا حمارة طلع على حمارة احنا طلعنا بالسيارة يقفون في الصف لتسجيل أسمائهم على لوائح العواز ومع ذلك ظروف مأساوية تتهددهم أمام ملجان الشعبية هناك مشكلة كبيرة هي تحدي الإواء والإغاثة والطبابة يرون عن مخيم اليارموك أنه كان المنطقة الآمنة في سوريا وإله كان ينزح السوريون فإذا به يتحول إلى أرض محروقة الخارج منه مولود والباقي مفقود كل القيادات العربية بالإجمال كل ياته نكلاب أنه ما حدا سأل علينا لا رؤساء العرب ولا أبمازن ولا الدنيا ولا حدا سأل عربنا احنا مع الشعب السوري ومع الدنيا كلها بس احنا اللي أكلناها نفق جديد دخله اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ومعهم يدخل لبنان نفقا مظلما من النزوح واللجوء والمخيمات الجديدة